اهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من الانتخابات الامريكية نصلت الضوء الليلة على تبعات تصويت مجلس النواب الامريكي بالموافقة على تمرير حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتيوان وعلى المشهد السياسي تأثير ذلك طبعا على المشهد السياسي داخل الولايات المتحدة الامريكية اهلا بكم اذا وسط انقسام في صفوف مشرع الحزب الجمهوري وفق مجلس النواب الامريكي على حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات الامنية لأوكرانيا وإسرائيل وتيوان رغم اعتراضات مريرة طوال الشهر الماضي من المتشددين الجمهوريين على دعم أوكرانيا تحديدا بدفع من المرشح الرئيسي الجمهوري ورئيس السابق دونالدان ترامب وينتقل التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ للأغلبية الديمقراطية على أن يبدأ المجلس النظر في مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب يوم الثلاثاء مع بعض الأصوات حيث من المتوقع إقراره النهائي خلال الأسبوع القادم مما سيمهد طريقة أمام الرئيس الامريكي جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا فما هي تفاصيل حزمة المساعدات وما هي تبعات تمرير ذلك على المشهد السياسي الامريكي توفر مشاريع القوانين بحزمة المساعدات مبلغ 60 مليار و 840 مليون دولار لمعالجة الصراع في أوكرانيا بما في ذلك تتضمن 23 مليار دولار لتجديد الأسلحة والمخزونات والمرافق الأمريكية الدعمة لأوكرانيا خلال حربها مع روسيا وتم التصويت على تمليل حزمة المساعدات الأوكرانية بأغلبية 11 صوتا مقابل 112 صوتا ومن الجدير بالذكر أن 112 جمهوريا عارضوا تشريع بينما أيده 101 فقط كما توفر مشاريع القوانين بحزمة المساعدات مبلغ 26 مليار دولار لإسرائيل وتم التصويت على تمليل حزمة المساعدات الأمنية الإضافية لتل أبيب بأغلبية 366 صوتا مقابل 58 صوتا كما توفر أيضا مشاريع القوانين بحزمة المساعدات مبلغ 8 مليارات و 120 مليون دولار لتيوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادي وذلك لمواجهة تهديدات الصينية ولا تزال هذه المنطقة تشهد توترا خلال الشهور القليلة الماضية ردود الفعل تبينت للغاية حول تمرير حزمة المساعدات هذا حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن هذه الحزمة تأتي في لحظة ملحة للغاية حيث تواجه إسرائيل هجمات غير مسبوقة من إيران كما تعيش أوكرانيا في ظل القصف المستمر من روسيا على حد قولها أما نائبة الجمهورية اليمينية مارغري تايلر جرين صرحت للصحفيين بعد التصويت ووصفت رئيس مجلس النواب السيناتر الجمهوري مايك جونسون وصفته بالبطة العرجاء حيث كانت من أبرز المعارضين لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا واتخذت خطوات تهدد بإقالة جونسون من منصبه أما مايك جونسون الذي قرر هذا الأسبوع تجاهل تهديدات الإطاحة من رئاسة المجلس من قبل زملائه الجمهوريين المتشددين في أغلبيته المنقسمة مضى قدما في الإجراء الذي يتضمن تمويل أوكرانيا قائلا قبل التصويت إن فلسفته هي القيام بالشيء الصحيح وأن الخوف من الإطاحة به لا يتحكم به وسط مصادر تشير أنه نسى أمر التصويت مسبقا أو نسق عفوا أمر التصويت مسبقا مع زعيم الأغلبية الدموقراطية وهو ما اعتبره زملائه الجمهوريون خيانة له وبينما كانت الهزيمة تلوح في الأفق بالنسبة لحلفائه المناهضين لدعم أوكرانيا غير ترامب رسالته قليلا في الثامن عشر من إبريل قبل التصويت بساعات ونشر على موقع تروث مدعيا أنه أيضا يفضل مساعدة أوكرانيا قائلا أنه كما يتفق الجميع بأن بقاء أوكرانيا وقوتها يجب أن يكون أكثر أهمية لأوروبا وأمريكا لكنه مهم أيضا بالنسبة للولايات المتحدة وهو ما رأاه البعض من الدموقراطيين حفظا لماء الوجه حيث وقفز ترامب إلى الجانب الفائز بعد أن كان فريقه على وشك الخسارة في معركة المساعدات ذلك كله يدفعنا لطرح تساؤلات ما الذي سيتغير في المشهد السياسي الأمريكي هي تمرير حزمة المساعدات أو في تمرير حزمة المساعدات هذا وهل انقسم الجمهوريون على أنفسهم بشأن أوكرانيا وهل يستطيع ترامب حماية مايك جونسون من الإضاحة به لكن أيضا من الذي جعل ترامب يخفف من مقاومته تمرير مساعداتنا إلى أوكرانيا قبل يوم واحد من تصويت وهل انحياس ترامب لروسيا خلال تصريحاته رسخت الانقسام داخل الحزب بشأن دعم أوكرانيا ففاقًا أيضا نفعل نفعل المساعدات ونفعلنا دعم دعا الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئيسي الجمهوري دولاند ترامد دعا منافسه في السباق الرئيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إجراء مناظرات علنية وكان ترامد قد وجه دعوته بإجراء المناظرة مع بايدن قبل أن يلغي تجمع حاشد كان مخططا له في ولاية ويلبينغتون في ولاية نورث كارولاينا بسبب اقتراب عاصفة مطيرة من الولاية حيث كان من المقرر أن يكون التجمع الحاشد لترامب في ولاية نورث كارولاينا هي المرة الأولى التي يخاطب فيها أنصاره علنا بعد أسبوع من الصمت النسبي بسبب حضوره محاكمته في نيويورك هذا ويوصل المرشح الرئيسي المستقل روبرت إف كندي جونيور جذب المزيد من الاهتمام في انتخاباتي 2024 وفقا لإستطلاع الجديد أجرته شبكة أم بي سي حيث يخشى الناخبون مواجهة أخرى بين الرئيس جو بايدن ورئيس السابق دوناند ترامب ويتلقى كندي ما يكفي من الدعم بين الناخبين ليلعب دورة طرف الثالث في الانتخابات حيث اختار 13% كندي وهو أعلى بكثير من مرشح الطرف الثالث الآخرين المستقلين مثل جيل ستاين الذي حصل على دعم بنسبة 3% وكورنل ويست الذي حصل على 2% لكن استطلع أراء الناخبين المسجلين يشيروا لأن شعبية كندي الجديدة تضر ترامب أكثر من بايدن وفي المواجهة المباشرة يتقدم ترامب بنقطتين على بايدن بنسبة 46% مقابل 44% لكن عندما ظهر كندي جونيور في الاختراع تقدم بايدن على ترامب بنقطتين حيث حصل بايدن على 39% وترامب على 37% على يتحال ينضم إلي من نيويورك الزميل ياسر نور الدين مرسل القاهرة الإخبارية من هناك ياسر أهلا بك في هذه الحلقة من الانتخابات الأمريكية مآخر التحديثات مآخر التطورات بشأن سير الحملات الانتخابية لكل المرشحين ولا أقول المرشحين فقط بالنظر إلى ما تقوم به حملة جون كندي بداية تحياتي لك همام وللسادة المشاهدين بالنسبة لجمع التبرعات هناك تقدم ملحوظ للرئيس الحالي جو بايدن في مسألة جمع التبرعات وعن حملة الرئيس السابق دولاد ترامب يرجع هذا همام إلى أن حملة ترامب قد أقرت بأنها صرفت فقط على أتعاب المحامين في الشهر الماضي قرابة ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي أيضا هناك بالنسبة للمستقلين وروبرت جونيور بالفعل هناك تقدم كبير خاصة بين فئة الشباب الأخبار تتحدث بأنه يعمل جاهدا على حصد هذه النسبة الكبيرة من الشباب لاعتراضهم على مسألة الحرب في غزة وكذلك الوضع الاقتصادي أيضا يركز جونيور على مسألة شفافية الحكومة وهذا يجعل هناك استقطاب كبير من الشباب على نفس المنوال أيضا منذ انتخاب جورج واشنطن حتى هذه اللحظة لم يكن هناك مرشحا مستقلا همام لكن المحللين يتحدثون على أن كينيدي الإبن قد يكون الحصان الأسود في هذه الانتخابات ولكن ليس له الحظوظ الوفيرة بالفوز بهذه الانتخابات ولكن أيضا قد تؤثر النسبة التي سوف يحصل عليها وإن كانت ضئيلة في الإضرار بأحد المرشحين سواء جو بايدن أو دونالد ترامب في هذه النقطة هي نقطة مهمة للغاية حيث أنه لن يتم انتخابه كما تقول كل التحليلات كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ولكن الاقتراب من النسبة الخاصة به قد تؤثر على المرشحين في نيل الانتخابات أو الفوز بالانتخابات الرئاسية طبعا هو روبرت كينيدي أنا قلت جون كينيدي في شهرة طبعا الرئيس السابق 35 للولايات المتحدة الأمريكية علاية حال كيف ينظر إلى روبرت كينيدي الإبن في الشارع الأمريكي ودوري في هذه الانتخابات همام فئة الشباب هي المهتمة بشكل كبير بروبرت كينيدي الإبن يعني هو كما قلت ويتحدث عن أن يكون هناك شفافية في الحكومة يتحدث على كل الأخطاء يتحدث عن مسألة الحرب في غزة وأن الولايات المتحدة الأمريكية انغمست في هذه الحرب يتحدث عن الوضع الاقتصادي أيضا زيادة الفرص الاقتصادية للشباب هذه الفئة هي التي يذهب بها بعيدا وهناك استجابة كبيرة منهم أيضا هناك استطلاع للرأي يتحدث بأن هناك 40% من الجمهوريين ينظرون بشكل إيجابي لروبرت كينيدي الإبن وأيضا هناك على الجانب الآخر هناك نسبة أقل كثيرا 16% من الديمقراطيين ينظرون بنفس النسبة الإيجابية لروبرت كينيدي على آية حال سوف يكون حصانا أسودا النقطة المفصلية في هذا الأمر همام هي مسألة أن الأصوات التي سوف يحصل عليها من الكتلة الترامبية أو الكتلة الخاصة بجو بايدن هي التي سوف تضر هذا المرشح أو ذاك المرشح وهذا ما يحاول دونالد ترامب أن يستعيد عافيته بشكل أسرح حيث أن القضايا التي تناله هنا وهناك خاصة في هنا في ولاية تانيورك أبعدته كثيرا عن مسألة جامعة التورعات والتركيز بشكل كبير وهذا أيضا ما جعل الحملة تذهب إلى أنه يريد أن يستعيد الشعبية الجارفة التي يتمتع بها في مسألة مناظرة قريبة كانت المناظرات من المعمول بها أن تكون في وقت متأخر من الانتخابات من هذا العام ولكنه طالب وطالبت حاملته بمناظرة قد تكون خلال شهر أو أقل من هذا التوقيت لهزيمة ترامب في هذه المناظرة واستعادة الشعبية والضغط عليه في كل القضايا الشائكة همامة التي تعلمها مثل الهجرة غير الشرعية والتي ضاقت بها ولايات كثيرة مثل بنسلفانيا وتيكساس ونيورك هنا وولايات عدة وكذلك أيضا مسألة الأموال التي تحدثت عنها في خبرك السابق في مسألة منح الأموال لأوكرانيا وكذلك تايوان وإسرائيل شكرا جزيلا نياسي نور الدين مرسل القرارة الإخبارية من نيورك على كل هذه التفاصيل شكرا لك لقراءة تحليلية أوفى حول تبعات تمرير حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان على المشهد السياسي الأمريكي ينضموا الانتخابات أيضا ينضموا إلي من القاهرة الأستاذ خالد داود مدير تحرير الأهرام وكلي أستاذ خالد أهلا بك في هذه الحلقة من الانتخابات الأمريكية إذن مجلس النواب وفق بعد جدل كبير من الدموقراطيين والجمهوريين وفق على هذه الحزمة والمتعلقة بدعم مالي وعسكري مباشر لكل من إسرائيل وتايوان بالإضافة إلى أوكرانيا من الذي استفاد مباشرة من هذا القانون من تمرير هذا القانون بايدن أو ترامب نعم مساء الخير أستاذ همام نستطيع القول بكل تأكيد أن المستفيد والذي يستطيع دعاء النصر بعد تمرير مجلس النواب للقرارات الثلاثة هو الرئيس الأمريكي جو بايدن يعني لأنه كان والديمقراطيين عموما كانوا يدفعون بقوة على مدى الشهور الماضية من أجل تمرير حزمة المساعدات هذه من أجل تحديدا أوكرانيا وكذلك إسرائيل بعد اندلاع الحرب العدواني الذي يشنه الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني في غزة وطبعا المواجهة التقليدية والمعروفة مع الصين بخصوص تايوان وبالتالي الأمر ربما تغير بعض الشيء بعد جولة التبادل الهجمات التي تمت بين إسرائيل وإيران وذلك دفع ربما الكثير من المشرعين إلى إعادة التفكير في تمرير هذه القوانين بشكل مستقل وليست دفعة واحدة لو لاحظنا ذلك أن هناك عمليا كان هناك أربعة قوانين من أجل تمرير هذه المساعدات قانون من أجل أوكرانيا وآخر من أجل إسرائيل والثالث من أجل تايوان والرابع كان يعتبر هو محاولة الترضية من أجل الجمهوريين وإقناعهم بالتصويت للقوانين الثلاثة السابقة وهو القانون الخاص بمنع تطبيق تيك توك الصيني داخل الولايات المتحدة أو إجبار الصينيين على بيعه لشركات أمريكية في إطار أجواء التنافس بين الصين والولايات المتحدة واعتبار أن على الأقل الرغبة في الحد من نفوذ الصين أمر متفق عليه بين الجمهوريين والديمقراطيين وكذلك أيضا في القانون الرابع تم تمرير عقوبات ضد إيران والسماح ببيع الأصول الروسية من أجل توفير هذه الأموال إلى أوكرانيا فالقرار الرابع أيضا كان يعتبر جزء من التسويع التي توصل لها رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي في الواقع يعني يعد تحول موقفه ربما من أحد أهم عوامل تمرير هذا القانون رغم اعتراض نصف أو أكثر من نصف الجمهوريين داخل مجلس النواب وكان هذا سؤالي وصف خالد بشكل عام كل هذه القانون ربما تصب في الانتخابات في صالح الرئيس أو على الأقل في الدعاية الانتخابية لصالح الرئيس الحالي جو بايدن لكن فيما يتعلق بقانون أوكرانيا وفق 112 جمهوريا مقابل معارضة 101 جمهوري تقريبا نصف عدد الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب وافقوا والآخر نصف الآخر أو أقل بقليل من النصف اعترض على هذا القانون لأي مدى كان هذا القانون مقسما للصوت الجمهوري داخل المجلس يعني أنا زي ما كنت يعني بقول أنه الرئيس مجلس النواب تحديدا كان له دور فاعل في دفع هذه القوانين قدما لأنه كانت هناك محاولات عدة في السابق أن يتم تمرير هذه القوانين كدفعة واحدة مع محاولة الضغط من أجل الاستجابة لمطالب الجمهوريين فيما تعلق بالقضايا الداخلية وتحديدا فيما تعلق بقضية الهجرة وتشديد إجراءات الهجرة في جنوب الولايات المتحدة في الحدود مع المكسيك تحديدا وبناء الحائط الذي كان ترامب كان قد شرع في بنائه عندما كان رئيسا للولايات المتحدة ولكن من الناحية العملية الجمهوريين لم يحصلوا أو حتى ترامب يعني لم يتم تنفيذ أي من مقترحاته من أجل الحصول على ما يمكن وصفه بمكتسبات للجمهوريين ترامب كان اقترح أنه إذا كانت الولايات المتحدة ستدفع 61 مليار دولار من أجل أوكرانيا فعلى الدول الأوروبية أن تدفع مبلغ مماثل يساوي المبلغ الذي ستدفعه الولايات المتحدة في إطار أن في الواقع أوكرانيا هي جزء من أوروبا أقرب إلى أوروبا وكان يقول ترامب أن يفصلنا محيط عن أوروبا وبالتالي أوروبا يجب أن تتحمل جزء من المسؤولية كان هناك اقترح آخر من الجمهوريين بأن يتم تقديم هذا المبلغ على أساس أنه قرد لأوكرانيا وليس منحة كما هو الحال في الموقف الحالي ولكن الواضح أن الغلات معيدي الرئيس السابق ترامب ومثل النائبة مارغري جوين التي تهدد الآن بالسعي لإقالة جونسون بعد انحيازه لديمقراطيين هو أن الأمر الآن يرتبط بالنسبة لهم بموقف عدائي من أوكرانيا بشكل عام ليس بالضرورة تأييدا لروسيا ولكن ربما آثار معركة الانتخابية للعام 2016 وما قيل وقتها عن رفض الرئيس الحالي زيلنسكي تزويد ترامب معلومات عن نشاط ابن بايدن قبل الانتخابات في ذلك الوقت في محاولة لكسب الانتخابات ورفض زيلنسكي في ذلك الوقت التعاون مع ترامب وبالتالي هناك غلات معيدي ترامب يرون أن النظام الحالي في أوكرانيا كان له دور في خسارتهم لتلك الانتخابات وأيضا بإشارة إلى الاستمرار بتمسك هذا الجناح المتطرف في محافظة داخل الحزب الجمهوري بما يسمونه بشعار أمريكا أولا يعني كان لفتا أن النواب الديمقراطيين في مجلس النواب قبل التصويت بدقائق على المنحة الخاصة بأوكرانيا رفعوا الأعلام الأوكرانية وهو ما أثار غضب النواب الجمهوريين المحافظين وقالوا أن ديمقراطيين لا يتبنون سياسة أمريكا أولا ولكن أمريكا أخيرا وأيضا ما قالته أن إيبا جرين يعني أن ما يحدث هو أن الولايات المتحدة تنفق كل هذه الأموال وتقدم أحدث ما لديها من أسلاحة من أجل أوكرانيا بينما يجب الاحتفاظ بهذه الأسلاحة داخل الولايات المتحدة وتطوير حماية الأمن القومي الأمريكي وليس الاستمرار في تقديم دعم للخارج لدرجة أن حتى في القانون الخاص بإسرائيل صوت عدد ضئيل من النواب الجمهوريين ضد تقديم هذه الأموال لإسرائيل ليس طبعا دعما للفلسطينيين أو شيء من هذا القبيل ولكن أيضا تبني لنفس شعار أمريكا أولا وأن الأولوية يجب أن تكون للإنفاق على المصالح الداخلية ذلك قد انعكس على شعار حملة ترامب في الانتخابات الأولى أو قبل السابقة عندما كان شعار حملته لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى وربما يكرر هذا الشعار خلال هذه الحملة الانتخابية هل استطاع ترامب اللحاق بالطرف المنتصر عندما كتب على تروث أنه بقاء أوكرانيا وقواته يجب أن يكون أكثر أهمية لأوروبا لكنه مهم أيضا بالنسبة للولايات المتحدة يعني إلى حد ما ترامب لا يريد أن يخسر ذلك التكتل داخل الحزب الجمهوري أيضا مع واحد نائب داخل الحزب الجمهوري ينتمون للمدرسة التقليدية في الواقع للعداء لروسيا ورؤية أن الطموحات الروسية تهدد أمن الولايات المتحدة أو كما قال مايك جونسون رئيس مجلس النواب هو في الواقع برر موقفه وتحوله الواضح في دعم هذه القوانين وتقديم المساعدة لأوكرانيا قال أنه من الأفضل أن نرسل الأموال إلى أوكرانيا بدلا من أن نضطر إلى إرسال جنودنا أو شبابنا للقتال إلى جانب الأوكرانيين في روسيا والقول أنه إذا لم يتم تقديم هذه الأموال إلى أوكرانيا فإنه يتوقع أن تتقدم القوات الروسية وتهدد دول البلطيق وتهدد بولندا فبالتالي ربما قبل الانتخابات المقبلة لا يريد ترامب أن يخسر تماما هذا الجناح المؤثر داخل الحزب الجمهوري إلى جانب تمسكه بالزعم الرئيسي الذي يردده على مدى العامين الماضيين منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأنه لو كان رئيسا لما وقعت هذه الحرب من الأساس وأنه لو نجح في الوصول إلى بيت الأبيض مرة أخرى في انتخابات نوفمبر المقبل فأنه في ضوء علاقته المتميزة إلى حد ما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فهو سيكون الأكثر قدرة على إيقاف هذه الحرب بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض فبغض النظر عن نتيجة التصويت ما زال أنصار أو ترامب نفسه يتمسك بهذه الحجة أنه الوحيد القادر على إنهاء حرب أخرى أود إجابة مقتضبة للغاية وقت انتهى ما لهذه من النواد التي تسيطر فيها الشواغل الدولية القضايا الدولية على الانتخابات الأمريكية نعم بكل تأكيد وهو كما واضح يعني أن الذي سرع في تمرير هذه القوانين كان حملة أو جولة المواجهة الأخيرة التي جرت بين إيران وإسرائيل وكذلك الرغبة في تمرير هذا الدعم بالسلاح إلى إسرائيل 14 مليار دولار سيتم تقدمها بشكل فوري بدون أي شروط إلى الجالب الإسرائيلي وكذلك تخصيص مبلغ 9 مليارات دولار إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وهو ما دفع يعني عدد لا بأس به من النواب الديمقراطيين 37 نائب ديمقراطي إلى التصويت ضد هذه الحزمة لأنها لم تلتزم بالقوانين الأمريكية التي تلزم الإدارة الأمريكية بتقديم السلاح للدول التي تلتزم بعدم انتهاك حقوق الإنسان وحقوق المدنيين كما هو الحل وكما يشهد العالم بأكمله في قطاع غزة على مدى الشهور الستة الماضية أو أكثر من ستة شهور في الواقع الأستاذ خالد داود مدير تحرير أهرام وكلي شكرا جزيلا لك كنت معي من القاهرة شكرا جزيلا نهاية هذه الحلقة من الانتخابات الأمريكية شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة ألقاكم بعد دقائق